اشتركوا في القناة 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 كيف قلت حال من مرة احنا عدنا هنا يساني دار قيقة على ديال المغرب يعني انتم محركوتي يتحيلوا الحبيبات هنا يزد الزيس ديال الليمونة بعد مرات كندير الحامض اليوم ما متوفرش عندي الحامض قدرت الليمون يعني انتم ما متقيدوش بهدي اللي عندكم الليمون ولا حامض ديروا اللي عندكم هنا عندي ضانون بنكهة الفاني غير اللي بغيت نشير لي هو هنا عندنا احنا يضانون في 125 جرام رفيت لي يقيلها في المغرب كنضان فيه وقيلة 110 جرام اذا كشي علش مني غدي نوصلوا السميدة غنقول لكم اشنو اشنو تديرو كنحركوه حتى كن كيدو بلينا ذاك ضانون ما يبقاش هدوك الكويرات اللي كتشوفو بتولي عدنا خلات متجانيس انا كفكت لكم ما غديش نقطع الفيديو باش شوفوا معاي الطريقة كاملة من الول سوف نزيد كاس دي العنبه عامر دي الكوك عامر وممسوح يعني ما ناقش وما مقوب باش هنا يزا ثلاثة الكيسين دي العنبه يعني دائما العبار بل كاس دي العنبه دي السميده رقيقه غدي نبقى نخلط بحركوه ندخل الخالط كامل دي السميده كيف قلت لكم انتم عندكم ضانون في غير مية وعشرة جرام انا الكسان ديو السميده عمرتهم شوية مزين يعني انتم ما ديروا الكسان غير عامرين وممسوحين وكيبقى تاني على حساب الحجم دي البيض إلا كان تاني البيض كبيرا غدي نزيدو شوية السميده سفيك نبقى نخلطو حلقاتك تدخل ديك السميده في ديك الخالط دي السوائل غدي نزيد في المغرب انتم ما ديروا جوش خمارات ديو الاسبوة 8 جرام و الاسبعة جرام انا هنا يا هاد الخمارة عندي فيها 15 جرام للاحتم معايا الخميرة خليتها هي الاخرة تجمعت عادة دخلت الخميرة حيث من بعد غادي نخلي هاد دير ترتاح هاد الخالط غادي يبقى يرتاح هندخلو ديك الخميرة كاملة اللي بغيت نشرلي ان هاد الحلوه هدي ممكن نخدموها تبيد دينا يعني اللي ما عندوش هادك الفوي وهده يخدمها تبيد بليد راه سهلة ما فيه هاش زع مش تعقيدات كتير اولا حتى المقادير يعني راه مش زع مش حاجة اللي غالية مختال كوك اللي كنظن انه في المغرب على حسب ما ما سمعت انه تزاد في الثامن دياله قنحصلوا على خالط بحلقة ما كيكونش كيلصق اه في ليدين يعني ماشي قاسح وماشي ارتب غنخليوها ترتاح مدة خمسة دقيق هاد العملية ضروري منها هي يسير من من الاسرار ديال النجاح ديال هاد الحلوه يعني ضروري نخليوها ترتاح اه في هاد الوقت كنكونوا وجدنا اللاطا انا درت ورق ورق الطاهي او لا ورق الزبدة او لا بابي كويصا كل واحده كيفاش غي يقولي اللي ما عندوش هاد يدهن اللاطا ويدير يدير عليا دقيق كنديرو كويرات بحلقة نحاولو نديروهم كاملين بنفس الحجم اللي عندنا اللي درناها كبيرا نقص منها واللي درناها صغيرا نزيدو فيها مهم يكونوا بنفس الحجم صافيك نقورو ولكن ما كندغطوش عليها غادي نحطوها هنا في الكوك كيلي كيقول كنفندوها كيلي كيقول مرمدوها مهم مرمدوها في ذاك الكوك وغادي نوريكم طريقة كيفاش باش بقى مقوبة مقوبة يعني احنا كنقول مقوبة صافيك نديروها في الكوك كنا عودو تاني نلويوها ننقوروها شوية باش وما كندغطوش عليها حيث راها كالديع خاصنا نخليو شوية المسافة بالوحدة والوحدة دائما هادوك الكويرات اللي ولين كيبدو فاش كنكونوا نكملو في الشيء الأخر كيبدو كيديعو كيتشقو كيديعو وغادي نوريكم في الأخر قبل ما ندخلو هالفرانش غا نديرو ليهم كيف ما قلت لكم هادو غادي كيبدو يديعو كنشوفوهم انهم بدو كيديعو كنشدوهم بحلقوا كنحاولو نطلعوهم هانتو ما بحل هادي اللي وريتكم هادي را كانت صافي تقريبا شتات الى مدرناش لبحلكوا غادي جي طايحة يعني غادي جي ديعة دخلت هالفران نصفون الى مئة وثمانين نصفون الى مئة وثمانين دراجة تقريبا واحد على عشرة دقيق هانتو ما كيف كتشوفو كيف كتجي مشقة بمنا غادي تبرد راه غادي نحيدها من من اللاطا ديك الساعة كل واحد يستفن حطها في تبصيل ديالتقديم وليستف في صوبير راح نتبر كلان مغير بارا ما غاديش نوحلو في هاد الافكار انا هادرتها في هاد طبيصيل وكل واحد ديك ساعة كيستفى لحسب دوق ديال ولحسب اللي بغي يخبيها رغي يخبيها في صوبيرا المهم يتديرو هاش سخونة وتسدو عليها خليوها تتبرد عادة سدو باش ما يرجعش علي هادك الصهد هذا بصافي لانا الوصفاتنا الاعجاب ديالكم واناكم تجربوها كيف ما قلت ارا انا الفيديو ما قطعتوش في المراحيل اللولة باش ما ما كان بغيش ان الفيديوهات يكونوا طوال ولكن كانش يحويج ضروري خاصني نخليهم باش تشوفوهم وانا يغدي كيف مستمعي في اللول كيف ما جات هانتو ما هاد هاي المدق فاجي المدق زوين وكل شي وكنت منك ما قلت تجربوها وما بقى ليه الا نقول لكم الى اللقاء وفي فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة